هنبدأ النهاردة بعد محاضرة النوبة نتكلم على واحد من اهم معبدها وهو معبد كلبشة المعبد اللي كان موقعه القديم خمسة وخمسين كيلو جنوب اسوان قبل ما يتنقل الموقع الحالي الموقع القديم كان على حتة صخر جرانيت جرانيت اسود الاهالي كانوا بيسموها وقتها الودان باب كلبشة عشرة كيلو من طفا تبانية واربين كيلو من اسوان ودي كان فيه معبد هناك اللي من عصر الامبراطور اغسطس ده اللي موجود في متحف لايدن هدية مدينة كلبشة القديمة جغرافيا النوبة اداريا معبد ازيز في فيلة واتنقلت حاجات كتيرة جدا للمعبد الجديد على بقية سبعمائة وخمسين متر من السد العالي وعليها مجموعة معابد اللي هي معابد النوبة اللي هنتكلم عليها بشيء من التفصيل الكتير كلبشة اسمها في النصوص المصرية كان تلمس وحنشوفها وحن بنشرح المعبد في القبط بقى التلميس وفي اليوناني التلميس بداية المعبد ربما انها بترجع لعصر تحطمس التالت لان روزليني بيقول انه كان فيه تمثال جرانيت اسود تحطمس التالت جنب مرسى المعبد القديم لكن اقدم مناظر المعبد والاشارة لها كان من عهد امن حطب التاني اللي بيمثل فيه المعبد هناك لان مناظر كمان لبطلميوس التاسع السوتيري التاني بيقدم الحقول للالهة المختلفة المعبد من حيث الاهمية بتاعته كمان مخصص لثالوس الثالوس بتاع المعبد الاساسي هو مندوليس الاول طبعا مندوليس هو الاله الاكبر اللي كان يعرف في النصوص المصرية باسم ميرور وبدأ يظهر قدام الصورة بتاعته مندوليس بالهيئة الادمية بتاعته وتاقدم نصوصه ظهرت في عهد بطلميوس التاني وتعملت له جزيرة او تعملت له مقصورة على جزيرة في عهد بطلميوس الخامس ومثاله بحرص لما شرحنا فيه لما مع بعض عبادة مندوليس خرجت من هناك وراحت لاماكن تانية زي بلانة واجوالة وقستل ومروي وضندور مندوليس دايما اما هي ادمية على رأسه التاج الهمهم او التاج الابيض وعليه رشتين معاها كانت الالهة وجت ووجت بينه وبينكم مش هنتكلم يعني وجت ربة الشمال ودخلت وجت كتير في الجنوب كانت دايما هنا ما بتمثلش بالمنازمة بهاية التابال لكن بهاية امرأة بالتاج الاحمر تاج الشمال الابني كان مندوليس الاصغر او مندوليس غريد الاصغر وكان يحمل لقب بيه قن اللي هو السقر الشجاع وكان احنا طفل جالس كورفوساء وزهرة لوتيس او احنا هي ادمية لان المنطقة قلت لكم كانت بتتبع اداريا في لها علشان كده بلاقي السالوز بتاع اللي بيظهر ايزيس وازوريس وحورس في اكتر من منظر في المعبد هنوصل بقى مع بعض ليه المعبد بعد ما بننزل من المركب بنعدي او بنعدي على الممر اللي طوله تلاتين متر وعرضه تمانية متر والمعبد بنلاجد الشكل بتاعه لان تخطيطه المعبد ده اللي موجود قدامي بيرجع لعصر الامبراطور اغسطس وكمنه بعد كده كاليجولا وفتراجان وانتونينوس بيوس وتحول المعبد لكنيسة لما سلكو ملك النبيين انتصر على البلميين المعبد وجهته هلاقي على شكل صرح يمكن ظاهر قدامي على البلان هنا بتاع المعبد صرح الصرح ارتفاع كل برج منه تسعة متر سبعين وعرضه خمسة متر تمانين بعد دي بلاقي الفناء المفتوح اللي طوله تسعة وعشرين وعرضه تسعتاشر فيه اربعتاشر عمود متوزعين ملاحظين حدقوا على البلان في تلات جهات بعد كده وراء برج الصرح فيه مدخل لست قوض تلاتة على كل جانب في النهاية الغربية للفناء في النحية الغربية بلاقي الممر اللي بيفتح ليه صالة الاعمدة اللي بنسمى القسخة خعيت ومنها بندخل الى قدس بندخل للصالة التانية وبعدين حواية الستاير وبعدين القسخة بسجد والقسخة حتيبو وتجسر جسرو كل قاعة من القاعد بنعرف ان كان فيها عمودين وكان فيه سلم بيؤدل سطح المعبد عشان صالة الوعبت عشان احتفالها تراس السنب ولا نجد فيها اي مناظر الان الممر الخارجي فيه بيحيد بالمعبد بقر المعبد ناحية الجنوب المميزي كان مكرس لإيزيس ودي الحجر غريبة مش لواجد وبيقع جنوب غرب المعبد يلا جماعة بقى نبدأ مع بعض المعبد ادي البلون ظاهر قدامي الصورة بتاعته العتب العلوي التاعه اللي هيظهر قدامي اهو العتب العلوي الشمس المجنحة هتلاحظوا ملاحظة غريبة هنا يا جماعة الشمس المجنحة وتحتها منظر تحت العتب تحت الكورنيش موجود منظر جرافيتي العتب هتلاحظوا عليه حاجة بس قبل ما كمل هتلاقوا فيها تايما برعة ده اول منظر بيقابلني ده الجرافيتي الحورس مش عارفين تاريخه وزمنه ايه بالظبط لكن هو جرافيتي حورس قاعد بشكل بسيط ربما انه كان قدامه شيء هنا ممثل مندوليف واقف قدامه الامبراطور اغسطس طبعا بعضوكم بيدور فين الامبراطور اغسطس خالي بيضحك علينا لا الخرطوش هنا بتاع الامبراطور اغسطس هو اللي بيديني الفكرة انه هو واقف قدام الامبراطور نحط تانية مندوليف والمفترض انه هو واقف قدامه الامبراطور يعني هنا برضو ممثل امامه الامبراطور لكن الصورة مش ظهرة او مش كامل المنظر في العتب هنبدأ بقى العتب من الظهر هنشوف على المين نبدأ المنظر من المين الى هين قدام بعضهم غالبا هم شكل مندوليف ثم البرعة مفيش اسم الامبراطور قدام ازيس و ازوليس و حرس اسف نحط تانية هنلاقي منظر راطيف جدا اتنين من الهات الحقول المنظر نبدأ من اخر الشمال اتنين من الهات الحقول وقدامهم الملك ماسك طفل عالي بيقدمه الى الجزء المكسور وفيه بقى في الفم ده مندوليس وخلف مندوليس الطفل وورا مندوليس الطفل موجودة الالهة ازيس ننزل بقى على الجزء السفلي على نقول بقى على دين الشمال احنا داخلين حلاقي الملك بيقدم المعت لايزيس وبلاقي معاه الملك المنزر بتاع هنا الملك الامبراطور مكتوب برعة واخد اكمل بقى المنزر اللي تحته حلاقي ملك على هيئة البرعة واخد تاج بقرص الشمس شوش بعلام تلكها التاج لكن الارنين مع رشتين تاج من احد التجان الملكي بيقدم البخور قدام ازوريس اللي ازوريس بيعمل وبيتهلوا القرابين اخر منظر تحت ازيس بتدي علامة الحياة لمندوليس الطفل يمنى بقى على ادنا لمين المناظر تقريبا نفس الشيء ملكه بيقدم قرابين لحورس او مجموعة من الالها بندخل مع بعض دلوقتي على الفناء المفتوح بالتقسيمة بتاعته اللي احنا شرحتها في البلان العمدة اللي في ثلاثة الجهات الحجرات تقسيمة العمدة ونبدأ معاه الجزء يمكن مفيش مناظر مهمة الا على حوائل الستائر اللي منها بدخل على الصالة الداخلية بنبدأ الجزء الجنوبي حوائل الستائر من الفناء الجزء الجنوبي المنظر اللي برة الجزء ده موجود في مندوليس وقدامه وغسس بيقدم له القرابين ومندوليس باين منه الراس بس الكليج جميل اللي هو لابسه مندوليس ده اعتبر من مناظر الجديدة عندي نبدأ بقى في حوائل الستائر بشوف المنظر عندي الملك هنا واقف قدام ايزيس وبيقدم لها قرابين او بيقدم حاجة ما انا مش باينة يمكن من المنظر بيوضح انه بيقدم لها القرابين والصيغة اللي بينهم هي صيغة حماية يعني صيغة ووضح انه بيقدم لها نوع من الحماية في النص بقى العمود اللي بيفصل الحطين عن بعض عليه نص هيروغليف من اروع ما يكون النص ده بيمثل في سطرين بيمثل جوتيكا النشر الجزء ده وبيقول ان مفيش في الخرطوش اي شيء واحنا اتكلمنا على الخرطوش الفاضي ممكن يمثل عندي ايه منظر اللي بعد ايه منظر التطهير بصوا هنا التطهير حلوته في ايه بقى ان جوحوتي وحورس بيتاهروا بصوا الخرطوش اللي في ايه خرطوش برعة برعة ما احناش عارفين مين هو هنا الملك كان من الزكاية انه يتعامل مع هذا المنظر قدام حورس حورس اللي هو حورس ابن ايزيس اللي موجود فيه المنظر او بيكمل كأنه بيرعى المنظر بالكامل ندخل بقى على الحارة الشمالي نشوف الدنيا معنا بتورينا ايه بتورينا منظر لمندوليس الطفل قدامه الامبراطور واضح ان الامبراطور مش فاضل غير ايده عرفت مني انه مندوليس الطفل ناس كيه بتلعبط بصوا حضراتكو وركزوا لانه وراء ايزيس هتلاقي خصلة الشعر الجانبية دي بتيجي دايما مع مندوليس الطفل المنظر اللي بعده بيمثل عندي مجموعة من النصوص على العمود نص خاصة به خرمدية ملك البلميين وحنا حكينا قصة البلميين وانتصارهم واستلاءهم على المنطقة ولما تحوالي بعد كده الى كنيسة اتنين منظر اعرب للجرافيتي او منظر مش مكتمل شخصين بيرتدوا تاج واحد منهم واضح انه تاج القاطف لكن هللاحظ حاجة ان اللي في الخلف كأنه بيمدي ييده شوية يده اللي مين عشان تلمس الدراع بتاع الشخص اخر منظر بيمثل عندي اعرب للجرافيتي اوي المناظر اللي كانها مش متكملة الامبراطور واضح هنا انه اغسطس وفوق رأسه الصقر الحامي بيقدم كربان واضح من الراس اللي ظهر انها هتكون لمندوليس الطفل وفي جرافيتي معمول لطيف لحصان عليه فارس هل ده بيرجع للبلميين وانتصارهم ولا بيرجع للفارس المنتصر اللي ظهر عندي في العصر المسيحي في المنطقة وان كانت ملامح الفارس زي ما انت شافين ور ده بتصور ملامح نوبية الملمح خاصة كمان الكليه اللطيف اللي لابسه الحصان الكتفين بقى عشان ندخل منه على القوس خطاعات او الصالة الكبيرة ناخد الكتف الشمال اللي على قدنا الشمال ايزيس قدامها ماندوليس مير ور مكتوب لاحظوا اسم مير ور علامة مير واضحة معروفة بالنسبة لنا قاعدين قصاد بعض الصف اللي بعده او منظر اللي بعده وقفوا قصاد بعض ماندوليس برضو مير ور وقدامه ايزيس سطر الثالث حورس ور او حورس ابن ايزيس موجود اماب ايزيس سطر الرابع موجود في اله شكل اوزوريس لكن لو بسطه على الاسوات لو مكتوب الار والان والاسد والوي ده اللي ارى جو تيه رينر وي وقال انه واحد من الاليها الممثلة لازوريس ناحي الشمال هنا لاحظوا ماسك سقر والسقر على رأسه تاج الوجه البحري ندخل بقى على قدنا اللي مين عشان هيكمل برضو بلاي المنظر كأنه بيعمل حاجة سيمترية ايزيس ماندوليس سطر الثالث بدل ما بيجي لحورس بيجي اوزوريس وقدام واجت واجت حمد الله عالسلامة حاجة واجت اللي هي الاله الحمية للمعبد مع ماندوليس الرابع بيجي رينر وي تاني بس المرادة ماسك الصقر وعلى رأسه تاج الوجه الابلي بندخل على الصالة بلاقي الصالة الاعمدة او الاسخة عط 20 متر 30 من الشمال للجنوب 19 متر 30 من الشرر الغرب ارتفاعها 12 متر 65 حقيقة الغربي مقسوم عندي الجزئين الجانب الجنوبي والجانب الشمالي تعالوا مع بعض بقى نشتغل على الجانب الجنوبي منها هنبدأ بقى الجانب الجنوبي الملك قدامي برعاب المناسبة بيقدم الدبل كراون لحورس البحدتي وي ماندوليس قعد خلفه حورس البحدتي التاج اللي على رأسه موحدة تماما بشكل جديد بعد كده بلاقي المنظر الملك بيقدم المعت قدام حطحور وراها حربوكرات اخر المنظر ولا لو اخدين بالكم هتلاقي فيه منظر ابو الهول ظاهر كده فيه راس ادمية الملك بيقدم هنا الحقول لماليه ازيس وراها مندوليس بلاحية جديدة دي علينا وحورس بيرجح ان المنوجود هنا اما بطلميوس خامس ابيفانس او بطلميوس العاشر لسكندر التاني لسكندر الاول اسف المنظر اللي بعده بشوف فيه خنم قدام رأحوراختي بعالمة الحياة بعدين امنحط بالتاني اقدم المناظر في المعبة ده بيقدم فاستين النهو قدام امون كاموتف او امون مين وخلفه موجود المعبود مندوليس المنظر اللي بعده بشوف مثلا الملك واي بيقدم عين الاجات قدام ايزوريس اللي لابس تاج القاطفة او ايزيس اللي بتردع حورس ووراهم موجود مندوليس منظر اللي بعده من مناظر الحلوة اوي الملك بيقدم السخة تقدمة الحقول اللي ظهرت عندي فلوسة الثمانتاشر لمندوليس ويزيس ايزيس هنا لابسة لدق مزار كاش حلوة اوي جديد شايفين الحاجة زي بيسموها البليسيهات او زي البنس اللي بيسموها الستات على طلع فوق رجبتها كده منظر حلو اوي منظر اللي بعده ايدي حورس وبيقدم المعت حربقرات لابس تاج مندوليس حاجة غريبة ايزيواجية لطيفة اوي ويه المنظر اللي بعده او موجود فيه وراه مندوليس لكن اللي الثالث الحقيقة مش باين هو مين تحدين هلو هو ميروير الصغير او مندوليس الصغير ملك بيتعبت برعاه برعاه شايفين فويه قدام ايزيس ويه مندوليس والمنظر وراهم ايزيس قدام با مندوليس او با ميروير الروح بتاعت ميروير حتى الهيروغليفي وقت بصوا تحت هتلاقوا موكب المعتلات اللي هو موكب الهات موكب الرموز بس مهشم هلتهشم في الفطرة لتحول المكان للعصر المسيحي يمين الداخل بقى هللاقي منظر برعاه مفيش اسمه مهلا مفيش اسمه امبراطور ماسك عدو بيدربو ملاحظين هنا العدو بملامحو قدام مين قدام حورس قدام شو تفنوت شايفين شو تفنوت هنا شو واخد علامة معت بس بداء مفيش ست بداء هنا الملك بيحرق البخور برعاه برضو ماسك البخور قدام مندوليس وراه واجهة واضح التاج لحمة بتاع منظر من المناظر القليلة اللي واجهة بدأت تظهر فيها في المعبد هنا الملك بيتعبد منظر حلو قدام ازوريس ومندوليس وراه الهة الحقول شايفين الرمز بتاعت الهة الحقول او سخة نترت المنظر اللي بعده من اجمل المناظر الحائط اللي علي مين الداخل مندوليس قاعد قدامه حورس بيديله تاج الوجه الابلي وازيس وراه بتديله تاج الوجه البحري فكأنه بيرضى عنه من الهة الشمال والجنون هنا بعد كده الملك بيتعبد قدام الاله بيعمل عملية زي افتتاح ميدة قربين قدام الاله امون وورا امون موجود الالهة ربما اللي وراه يكون طط مصور خلفه وخنصه يعني امون وورا تط وبعديهم خلصه حاجة الغريبة ايه اللي يجيبه حوتي مكان موت هناك اللي هو عايز يشتغل على ثلوس طيبة بعد كده الملك ماسك حتة الكتان او قطعة الاماش اللي بيقدمها لمندوليس الطفل وراه حطحور جلسة الجزء المهشم كان معتاد منظر بسيط اوي واضح ان فيه الباب بتاعت مندوليس وربما الملك قدامه بيقدم له شيء ايزيس متصورة خلفه قريب اوي من المنظر وظهور اللوتس اللي هو بيخرج منها مندوليس من الجنوب روح مندوليس العظيمة اللي بتخرج من الجنوب الجميل برضو ان انا لازلت شغال على الخرطوش بتاع الملك لازال الخرطوش اما فاضي او مكتوب جواه برعة ولاحظوا هنا اللون الاحمر دا لسه ما تكملش كتابة المنظر ناخد بقى الكتفين والعتب فوق الشمس المجنحة موجود فوق نبدأ الشمال شمال المنظر وايف تراجان هنا وايف بيتعبد قدام مندوليس بيقدم قربين وورا المنظر المتهشم في راس ازيس وبقى ايه التاج اوزوريس اللي مين بصوا المنظر الحلو ما بقاش تراجان بقى برعة يعني شمال تراجان يمين برعة ليه المنظر هال المنظر على مرحلتين اختلاف الرداء واضح بيقدم عين الاجات لحورس وبعد كده بيقدم قربين قدام مندوليس وخلفه واتجت بعد كده بلاقي المنظر المعتادة بعد المنظر بتاع تراجان الحلو منظر مهشم بعدين بينزل المنظر تراجان من العتب بتاع الباب اللي قابليه بالزبط او الكتف ناحية اوزوريس ومعه مندوليس والناحية التانية حورس ومعه مندوليس اخر منظرين بقى تحت خلاص اللي بنشوفهم عشان نختم بيهم تماما الفيديو ده كله ازيس ومندوليس يمين وشمال كأنهم بيقولوا اهلا وسهلا مع السلامة للمرحلة اللي جاية مع السلامة للفيديو اللي جاية ان شاء الله نكمل بيه مائية كلابشة سوا بإذن الرحمن شكرا جزيلا